موسيقى طبط أوقاتكم البداية مع العنوين مجلس النواب يصادق على موعد 27 أذار لإجراء الانتخابات مع اعتراض باسيل باسيل ما حصل اليوم مجزرة تشريعية بالنسبة لقانون الانتخاب ووفاة المونسينيار توفيق بوهادير موسيقى الثانية والربع بتوقيت بيروت أهلا بكم إلى هذه النشر التي تبث أيضا عبر الموقع ومن خلال فيسبوك وتويتر البداية من الجلسة التشريعية لمجلس النواب والتي صادق فيها المجلس على موعد 27 أذار لإجراء الانتخابات النيابية مع اعتراض رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل المزيد من التفاصيل مع مراسلتنا ريتا نصور أنجليني ريتا إذن يعطيك العافية يعني جلسة صاخبة ومتوترة حصلت اليوم نتج عنا مواقف عدة كل التفاصيل معيك تفضلي صحيح باميلا خليني بلش بالأول بالشق السياسي لأنه بيمكن كل رسيلنا السابقة قبل انطلاق هذه الجلسة كنا عم نقول أنه هذه الجلسة تنطلق على وقع الاشتباك اللي صار بالشارع من كم يوم على وقع حادثة الطيونة وإذا رح يكون فيه إلى أي تأثير أو أي ارتدادات على المجلس النيابي على العكس تماما اللي كانوا من كم يوم مشتبكين بالشارع اليوم كان فيه تناغم تام بين نواب كتلة التنمية والتحرير ونواب كتلة القوات اللبنانية فيما يتعلق بقانون الانتخاب وهذا التناغم اللي شمل معظم الكتل النيابية باستثناء الطيار الوطن الحر طيّر كل الإصلاحات وكل الحقوق اللي عدت إنجازات واللي أمنها قانون الانتخاب سنة الالفين وسبعتاش خلينا نبلش بموضوع تاريخ الانتخابات النيابية اللي صادق مجلس النواب على التوصية الصادرة عن الليجان المشتركة أنه يكون بسبع وعشرين أدار على وقع اعتراض التيار الوطني الحر لثلاث أسباب السبب الأول يتعلق بالصوم السبب الثاني يتعلق بالأحوال تأس بهذه الفترة والسبب الثالث يتعلق أنه فيه ناس سيحرموا من حق الانتخاب نتيجة تقريب هذا الموعد وبالتالي التيار الوطني الحر سيتقدم بطعن أمام المجلس الدستوري في هذا الشأن هذا الموضوع طبعا كان مدار أخذ ورد داخل الجلسة ولكن الرئيس بره كان جازم لما حكي الوزير باسيل فيه وقال له التصويت صار وهلأ بدنا نكفي بالجلسة وما قبل أبدا إعادة النظر فيه موضوع المنتشرين وتصويتهم أيضا كان المواضيع السجالية داخل هذه الجلسة القانون الحالي اللي أقرع عام 2017 يخصي 6 مقاعد للمنتشرين تحتى يعني هي دايرة 16 تحتى يكونوا عم ينتخبوا من خلالها بالدورة الحالية دورة 2022 التيار الوطني الحر ويساندوا حزب الله بالموقف هن الوحيدين اللي دافعوا عن موضوع المقاعد الستة بالإضافة إلى بعض النواب المستقلين منهم عم بذكر على سبيل المثال النائب أليل فرزلي والنائب جهاد الصمد بينما بقية الكتل النيابية كلها كانت مع حق المنتشرين بالاقتراع للمية وثمانا وعشرين نائب هذا الموضوع رد عليه جبران باسيل وقال داخل الجلسة بس هن أصلا إذا عم ينتخبوا بالدوائر الخمسة عشر هن ما عم ينتخبوا للمية وثمانا وعشرين نائب هن عم ينتخبوا لنواب دائرتهم وبالتالي ما فيكن تقولوا أنه نحن عم نحرمون الحق للمية وثمانا وعشرين وبيضل عندهم حق يصوتوا بالداخل أو بالخارج تم التصويت على هذا الأمر برفع الأيدي وعدل القانون لجهة إبقاء حق المنتشرين بالتصويت للمية وثمانا وعشرين من دون تقصيص ست مقاعد لإلون اعترض باسيل مرة جديدة وطلب إعادة التصويت على موضوع قانون الانتخاب لأنه صار في بلبلة وما حدا فهم مين صوت معه ومين صوت ضد رجع تم التصويت بالمنادات وأيضا حصلة بلبلة وسجال بين باسيل والرئيس بري على خلفية طريقة التصويت حول هذا الموضوع ومرة جديدة مجلس النواب بقى على موقفه لجهة تعديل القانون الحالي وتعديل هذا الحق اللي أعطي للمنتشرين سنة الـ 2017 ونرجع لورا ونبقى على التصويت للمية وثمانا وعشرين ناية باللافت بهذا الموضوع أمرين أنه من بعض التصويت للمرة الثانية كان لافت أنه نواب القوات اللبنانية صفقوا مبتهجين داخل هذه الجلسة أما الأمر الثاني اللافت هو المداخل الغريب اللي قدل فيها النائب بيار أبو عاصي النائب القواتي حول هذا الموضوع واللي هو اعتبر أنه فيه أسطورة بتحكي عن ملايين المنتشرين بالخارج بس الحقيقة بالنسبة لبيار أبو عاصي أنه هوده ما همون بلبنان إلا الكبة وصفيحة وعدد قليل جدا هو الذي يهتم بالداخل اللبناني وهن ما بيتعدوا 350 ألف شخص اللي هجروا بالفترة الأخيرة ولذلك هو مع أنه يكونوا عم بصوته لا المية وثمانا وعشرين طبعا هذا الكلام طر برئيس تيار الوطن الحر للرد عليه وتيقل له لا من نزيني موضوع المية وثمانا وعشرين من نزيني موضوع نواب الاغتراب والاغتراب والمنتشرين ما يختصروا بكبة وصفيحة مثل ما عم بتقول طبعا كان فيه أسئلة حول هذا الموضوع وجدل قال إنه إذا خصصنا ست مقاعد للنواب كيف رح يتقصموا حسب القرات وكيف رح يكونوا طوايفون فتدخل باسيل وقال إنه في عدة طرق لحل هذه الألية وهذا يقع على عاطق وزير الداخلية ووزير الخارجية ومش شغلتنا كمجلس نيابي وهيدا ما سكور ضمن الآنون أيضا ولكن إذا بدكم طرق نحنا مستعدين نقترح طريقة إنه لوائح الأيد اللي هي هلأ عم يتسجلوا على أساس المنتشرين ممكن تستخدم يعني مثلا أستراليا إذا كانوا أغلبيتهم من الموارنة يعطى مقعد ماروني لقلهم على سبيل المثال فبيقول هون بيير أبو عاصي يعني هيدا خطير باللغة الفرنسية بيقل له باسيل الخطير هو إذا هيدا خطير ليش مشيته فيه سنة الـ 2017 وكل الكتل مشيت فيه إجماع على قانون الانتخاب سنة الـ 2017 ليش أصلا بالداخل اللبناني كيف بيتم انتخاب وكيف بيتم تحديد المقاعد مش حسب الأكترية الموجودة داخل هذه الدائرة أو تلك بالنتيجة سقط موضوع الـ 6 مقاعد وتم الإبقاء على الـ 128 وهذا الأمر أيضا سيطعن فيه التيار الوطني الحر كما أكد باسيل أمام المجلس الدستوري لأنه نحن اليوم عم نتراجع عن حق وهيدا يعارض مبدأ دستوري بالنسبة للبطاقة الممغنطة والميجا سنتر كمان صار فيه سجال حولها رفض مجلس النواب موضوع البطاقة الممغنطة هي موجودة ضمن الانون فراح أبعد من هيك وعلقة للدورة الحالية يعني دورة الـ 2022 أما الميجا سنتر فهي من مذكورة بالانون ولكن الرئيس برري ما سمح حتى بإجراء حوار حتى حولها وهذا الشيء تسبب بسجال جديد بينه وبين باسيل لأنه كان عم بيقول رئيس تيار داخل هذه الجلسة أنه خلونا نتحاور بالقليل بالنسبة للميجا سنتر خلونا نشوف وزير الداخلية شو عنده بهيدا الإطار كل هذا الأمر انتهى إلى أنه ما في ميجا سنتر رغم أهمية هذا الإصلاح كان مفروض يكون لأنه أولا بظل التكلفة العالية للتنقلات والمواصلات اليوم وتانيا لأنه الميجا سنتر بتخفف من التأثير السياسي والمالي وربما الأمن على الناخبين ولكن حتى هذا الإصلاح لم يقر الرئيس ميقاتي كان عنده مداخلة مهمة بهيدا الشأن حيث اعتبر أنه صحيح هي الميجا سنتر منه منصوص عنا بقانون الانتخاب ولكن واقعيا يجب أن نتعاطى بواقعية مع هذا الموضوع وقال حرفيا مش معقول اللي بأستراليا يقدر يصوت بلبنان ويعطي صوته لنايبه اللي بعكار مثلا وابن عكار إذا هو موجود ببيروت بده يطلع على عكار طي يصوت ووكل وزير الداخلية بإنجاز دراسة حول هذا الموضوع من الناحية التنظيمية ومن الناحية المادية والكلفة تعديلات عديدة أدخلت على قانون الانتخاب ولكن هي تعديلات تقنية تتعلق بالمهل من نشر القوائم الانتخابية إلى هيئة الإشراف على الانتخابات تعديلات تتعلق برسم الترشح للانتخاب على النائب أن يدفع 30 مليون ليرة بدل 8 مليون وأيضا سقف الانفاق الانتخابي تم تعديله كان بالأنون الحالة 150 مليون لكل مرشح 150 مليون للليحة و5000 ليرة عن كل فرد من أفراد الدائرة عن كل ناخب في هذه الدائرة ولكن مع انهيار الليرة اللبنانية تم تعديل هذه الصقوف لا تصبح 750 مليون ليرة للمرشح 750 مليون ليرة لالليحة كله 50 ألف ليرة عن كل ناخب ومش بس 5000 وهون كمان في شيء لاف يتصار بمداخلات النواب النائب هادي حبايش مثلا أثار مسألة الأموال المحجوزة بالابنوكة والابنوكة بتتعاطى معها ضمن سقف معين وسأل كيف بدنا نحرك هذه الأموال طبعا لم يلقى أي جواب أما نائب رئيس مجلس النواب أليل فرزلي فسأل عن الأموال اللي عم تجي فراش وهي من خاضعة للبنوكة لتمويل بعض اللوايح واستعمل عبارة الفوند رايزينج وقال إنه شو إذا استعملناها بالإنجليزة يعني هي مبررة شيلوا السقف الانتخابي حاج نضحك على بعض من رح يلتزم بسقف انتخابي أيضا ضمن هذه الجلسة سقطت الكوتة النسائية بعد تصويت على صفة العجلة على اقتراحات القوانين وبالتالي لم يتم العمل فيها هذه هي باختصار كل مجريات هذه الجلسة يبقى موضوع أساسي أنه كل ما يتعلق بالقاضي بيطار لم تتم إثارته داخل هذه الجلسة ولكن حكي فيه بالخارج الوزير محمد مرتضى وكان عنده موقف بهذا الشأن على كل حال نستمع الآن إلى أبرز المداخلات اللي أجيت على هامش هذه الجلسة نحن نعتبر أنه اليوم بالمجلس صار في مجزرة تشريعية بحق عانون الانتخاب وجزء كبير من الإصلاحات اللي كنا عملناها واستقرينا عليها سنة 2017 طارت أولا بموضوع تحديد الموعد صار فيه عمليا إلغاء لشهر ونص من لويح الشطب الناس اللي كان بحق لهم يفوتوا ويتسجلوا تنعمل عمليا هذا حق لوزير الداخلية ولرئيس الحكومة ولرئيس الجمهورية هن اللي بيحددوا موعد الانتخابات المجلس النياب اللي عمله يوم عمل مجال أنه تنعمل الانتخابات بشهر أدار وهذا منعتبره عملية تلاعب بالعملية الانتخابية لأنه هي أول مرة بعتقد واحد بيعرض العملية الانتخابية لمخاطر الطقس بشكل كتير كبير لأنه فرجينا للمجلس أنه أدار عطول بيحمل عواصف ما بعتقد أنه بيتحمل النهار الانتخابة والحملات الانتخابية نحن بلدنا نصه جرد ونصه جبال عواصف سلجية بتقدر تعيق وتعرقل العملية الانتخابية اتنين أشارنا لموضوع الصوم عند المسيحيين لأنه عم ينعمل بقلب فترة الصوم وبعتقد في كتير ناس بيصوموا مش مناسب أنه نهار الانتخابة يكون عم ينعمل بنهار صوم بالوقت يلي إذا بيبقى على موعده العادي بشهر أيار بيكون تخطينا الصوم عند المسيحيين وتخطينا شهر رمضان يعني الصوم عند المسلمين وما بيكون في مشكلة أبدا بعتقد عيب وصف بقلب المجلس النيابي المنتشرين بأنه هن بيعرفوا عن لبنان السفيحة وشو كمان والكبة السفيحة والكبة يعني بعتقد المنتشرين اللبنانيين كمانا متل ما وصفوا النيابتاني مننن زيني هاو دي لبنانيين يعني بيصوتوا مكتملية اللبنانية الهوية والجنسية واللي بيصوتوا معهم جنسية فمكتملين حقوقهم وما بيجوز أننا نتعاطى معهم أنه هاي دي شغلة يلا شيلة عنا وكأنه منعطيهم حق تابس نهلل فيه وبعدين نرجع نسحبه منهم في فرق كتير بين أنه عم نعطي اللبنانيين دايرة لقلهم من ست نواب بيقدروا يصوتوا لإذا أرادوا تسجلوا برا وإذا ما أرادوا بيقدروا يجوا يصوتوا للدائرة تبقيتهم هوني بلبنان هيدا موضوع كتير بشع عمل بحق المنتشرين والتلاعب السياسي بالموضوع نحنا ما لح نسكت عنه طبعا إنه لح نطعن فيه لأنه في مبدأ دستوري واضح بنرجع منقول اسمه يعني لما بتعطي حق لحدا بالتشريع ما فيك ترجع تيجي قبل الاستحقاء هيدا الحق ترجع تيجي تسحبه تسحبه منه صرنا بيعتقد بماما كبيرة وما أخدنا جواب لأنه مثل ما المنتشر برا عم بيتسجل يعني بروح اسمه من لوي عشطب بقلب ضيعته المنتشر اللبناني بالداخل يلي بيتسجل بكل بساطة عملية ما بتاخد أسبوع تتبلش بيروح اسمه من قبل القلب وضيعته بصير يتسجل وبيصوت بالميجا سنتر يلي بنعمل مثلا ببيروت لكل ولاد المناطق البعيدة هيدا بيخفف الكلفة بأيام كلنا بنعرف قدي الكلفة عالية على المنتخبين هيدا إذا الطقس عاطل بيخلي الناس تقدر تتحرك أكتر هيدا بيخفف التأثير السياسي والنفسي والمالي على المنتخبين وهيدا بيزيد المشاركة بشكل كتير كبير بالانتخابات ما عم بفهم ليه كمانا هالاعتراض لأله تنعطى اليوم كانت المرأة حق إنه مش حق تما استعمل كلمة حق تنعطى الإدراء إنه ما فيها تتألف لائحة انتخابية بدون ما يكون فيها على القليلة امرأة واحدة بسموه لوائح مختلطة وشرحت أنا إنه نحنا بالتيار الوطن الحر عاملين هيدا الشي ما فيها تتألف هيئة بلدة صغيرة أو مجلس السياسي تبع التيار إلا ما يكون مختلط يعني في على القليلة امرأة أو في على القليلة رجل حتى بلجنة الامرأة بالتيار مجبور يكون في على القليلة رجل وبالتالي كان بينعمل لنبلش العملية السنة ينعطى هيدا الشيء بلواقح مختلطة بالحد الأدنى تتقدم فيه امرأة واحدة بالحد الأدنى وسنة الـ 2026 بينقرب القانون اليوم نحنا بالـ 2017 كان عندنا هم أولة يقطع القانون لأنه هيدا القانون عمل نسبية عمل صوت تفضيلة عمل تغييرات صحح التمثيل ووقت انطرحت قصة المقاعد كان عندنا هم من عرقل بالقانون ونبلش بتنفيذ القانون عارفين أنه أي قانون في مجال ساعة البداك تدخل التعديلات عليه اليوم نحنا شايفين أنه خاصة وراها 300 ألف الفلو أنه أفضل طريقة غير مقيم ساهم بالبيعرفه هون هيدا بعد ما حلو يعرف البلدين يلي رح عليها واضح اليوم أنه بجهود وحسن إدارة دولة الرئيس برري استطعنا أن ننقذ الانتخابات لأنه واضح كان فيه محاولات وسمعنا أسم منها لبعض المداخلات لتطير الانتخابات هذه الانتخابات يجب أن تحصل هي مطلب الشارع مطلب الناس مطلب الخارج وهذا الصحاد السوري ولكن على هيمش هذا الموضوع سأتلي رأينا كحس تقدم اشتراكي باختصار وصلنا إلى الانهيار الكامل والاهتراء الشامل وما زلنا نكابر فقدنا موقعنا الحضاري الثقافي والاقتصادي في المنطقة وما زلنا نعاند لدينا أعلى وأخطر منسوب كلام طائفي ومذهبي ينعكس شلل الحياة السياسية والإدارية وحتى القضائية والأمنية وما زلنا نتكاذب بالعيش الواحد نملك أكبر جالية لبنانية في الاغتراب في العالم قياسا على عدد سكاننا ونتنفس من خلالهم ولا زلنا نعمل جاهدين لدفع شباتنا وشبابنا وأهلنا الهجرة ونتغنى بالاغتراب ونتذاكى لكسب أصواته فئويا دون أي مقارنة وطنية فوضنا عقدا كاملا لحماية صروتنا النفطية والغازية وعندما اقترب الإنجاز أضعناه في زواريه بالحسابات الصغيرة صرفنا سبعة مليارات دولار دعما للمافيات المتحكمة بالسوق الداخلي وبحدودنا السائبة واليوم نناضي الاسترادة ثلاثة مليارات من صدوق النقد لإعادة إطلاق العجلة الاكسادية ولا تنتهي الأمثلة عمدها تفوقنا وإبداعنا وزكائنا وآخر الأمثلة ما حدث في الطيونة ما حدث في الطيونة والدماء التي سالت في منطقة لها ذكريات أليمة في وجداننا فهبت جميع للاتهام والتخوين ووضع السيناريوهات وأبراز فائض القوة بكل أنواعه كل من موقعه وحساباته مصابقين التحقيق القضائي والأمني غير مبارليين بالسلم الأهلي ومعاناة الناس ووجعهم وتدنى مستوى عشر كريم على صعيد آخر أكد وزير الثقافة محمد مرتضى أنهم مستعدون للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء إذا ما تمت الدعوة إليها أسألي كل الوزراء رجعي شيكي عن الموضوع مع دولة رئيس مئاتي مع فخانة الرئيس بيقولولك لأن حكى بجلسة نهار التلاتة هو التالي في حكي جداً ومعطيات أنه في شي مش بمحله عم من عمل يا مجلس الوزراء أنت مسؤول صح ما عندك الصلاحية أنت بتاخد القرار بس أنت مسؤول أنه تسوقفك المسألة إذا استوقفتك وقتنعت هذا وزير العدل هو من عداد مخرج يعني هو من عداد الوزراء يكلف وزير العدل يروح وشوف فيه خلال وإذا شاف فيه خلال هل هو عنده صلاحية بالتعاون مش قدر الأعلى لتصويب هذا الخلال مخرج عبر مجلس القضاء الأعلى لا يا ستة جوز ما ممكن معن القضاء هي وأنت شخصياً بحميتك لو أنت محلي ما بتقبله لو عندك القصة مش وزراء وأنت وزيرها بتقول نحنا منحلة القصة مش من مجلس وزراء القصة بالعدلية بالمؤسسة القضائية مجلس القضاء الأعلى هلأ دولة رئيس مجلس وزراء أو فخامة الرئيس يدعينا لجلسة ونحضر الجلسة ما في سقف وش حطنين سقوف نحنا مش هاكي بنشغل نحنا بشتغل المؤسسات ودستور وأنون وبمسئولية المسئولية اللي فرضت علينا أنه نوقف عند الشيء اللي عم بصير على الأرض واللي كتير ناس متعامين عنه وما بيجوز نتعامى عنه هي اللي فرضت علينا بلقت نفسه نشتغل دمانيطان مؤسسات تحضروا جلسة إذا بعده القاضي بيطار محاق عدله مرة صرت ألا عشي مرة يدعي يدعي رئيس الحكومي لجلسة اليوم نطلع نفذ عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت اعتصاما أمام قصر العدل دعما للمحقق العدلي طارق البطار بدعوة من الجبهة اللبنانية المعارضة وذلك تزامنا مع انعقاد المجلس الأعلى للقضاء وخلال الاعتصام لفت رئيس الجبهة اللبنانية للمعارضة إلى أن محاولات اقصاء القاضي البطار عن ملف المرفأ فقط لأنه نزيه مؤكدا رفض الترهيب والتهديد مطالبا الأجهزة الأمنية الشرعية أن تقوم بدورها ونحن هنا لنؤكد أن الجيش والعدالة والمحاسبة وحدها تحمينا الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله وجه أكثر من رسالة سياسية مباشرة إلى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع متهما إياه بالسعي لجر البلاد نحو الحرب الأهلية رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مستقبلا وفد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ندعم تحديد كوتا للتمثيل النسائي في مجلس النواب أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون لممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي والمدير التنفيذي فيه محمود محيددين أن لبنان حريص على التعاون مع الصندوق والوصول معه إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن على أساس تحديث وتطوير خطة التعافي المالي والنقد والمصرفي وإنجاز برنامج متكامل لحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وأقرار قوانين مكافحة الفساد وتم خلال الاجتماع التداول في خريطة الطريق التي ستوضع لتعاطي لبنان مع صندوق النقد الدولي في المرحلة المقبلة وضرورة الإسرع في تسليم الفريق كل البيانات المالية الضرورية لتحضير الملف تمهيدا لإجراء المفاوضات اللازمة وشكر الرئيس عون محيد دين على الاهتمام الذي يبديه صندوق النقد حيال لبنان مؤكدا العمل لإنجاز ما هو مطلوب من الجهات اللبنانية المعنية للإسراء في عملية التفاوض من جهته أوضح محيد دين أنه تداول مع الرئيس عون في التعاون القائم بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد وأشار إلى أنه مع وجود حكومة جديدة كاملة الصلاحيات سيكون من الممكن إنجاز التفاوض بين لبنان والصندوق ومع وزراء في الحكومة معنيين بالتعاون مع مصرف لبنان على نقل الصورة الكاملة إلى خبراء الصندوق للمضيب مصاري التفاوض قدما والذي يهدف إلى النهوض بالاقتصاد اللبناني واستعادة الثقة به على صعيد آخر أكد الرئيس عون دعمه لتحديد كوتة للتمثيل النسائي في مجلس النواب ليس لأن المرأة تشكل نصف المجتمع اللبناني فحسب بل لأنها أثبتت كفاءة وحضورا وتميزا في المهام التي أكلت إليها في القطعين العام والخاص وشدد الرئيس عون على أن حضور النساء في السلطة التشريعية يشكل قيمة إضافية للتمثيل الشعبي من جهة ويجسد المساواة بين الرجل والمرأة ويسقط أي تمييز بينهما لافتا إلى استعداده الدائم لدعم أي تعديل دستوري يحقق هذا الهدف كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدة وفد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة كلودين عون روكوز التي أكدت أنه لم يعد يعقل أن يوصف نظامنا بالديمقراطي في حين لا يتمثل فيه نصف مواطنيه إلا بشكل رمزي ولم يعد يعقل في ظل ظروف نحن بأمس الحاجة فيها إلى إعادة إحياء دينامية مؤسساتنا أن تستبعد النساء عن المشاركة في برشة التشريع المنتظرة وتداول أعضاء الوفد مع الرئيس عون السبول الآيلة إلى تحقيق مطالب الهيئة والتعاون الذي يفترض أن يقوم بين السلطات المختصة لتحقيق الأهداف المرجوة تدور اشتباكات منذ الصباح بين أفراد من عائلتي الترطوس والسيد وجرت عمليات أحراق للمنازل والسيارات وأدت إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين نقلوا جميعا إلى مركز اليوسف الاستقصائية في حلبة وحال بعض الجرحة حرجة وكانت قوى من الجيش دخلت البلدة وتقوم بجهود كبيرة منذ الصباح لوقف إطلاق النار وإعادة الهدوء أفاد المركز الأوروبي لرصد الزلازل بأن زلزالا بقوة 6.4 درجات هز البحر الأبيض المتوسط في حين أفادت وسائل أعلام بأن سكان مصر ولبنان شعروا بالهزة وأشار المركز إلى أن الهزة وقعت على بعد 219 كيلو مترا من جنوب جزيرة رودوس اليونانية وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أفاد أن زلزالا بقوة 6 درجات ضرب سواحل ولاية أنطاليا هذا وقالت رويترز نقلا عن شهود إن سكان العاصمة المصرية القاهرة ومدن أخرى شعروا بهذا الزلزال الكنيسة تفجع برحيل المونسينيور توفيق بوهادير فاصل ونتابع النشرة أهلا بكم من جديد إلى الأخبار الأقليمية والدولية في جديد الملف النووي الإيراني قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن رفع العقوبات مؤشر على جدية الطرف المقابل في المفاوضات النووية ونحن سنتابع المفاوضات إن كان الطرف المقابل جاد في رفع العقوبات وأكد رئيسي إن طهران لا تربط الاقتصاد بالمفاوضات النووية ونحن لم نترك المفاوضات وملتزمون بها كما أبلغنا الطرف الأوروبي بأننا نريد مشاهدة هذه الجدية من الطرف الآخر أيضا من جهة أخرى أشار رئيسي إلى أن موقفنا الثابت من أحداث أفغانستان هو تشكيل حكومة شاملة في البلاد مشددا على أننا نسعى للاستقرار والأمن في أفغانستان خلافا لما تسعى إليه الولايات المتحدة من خلال داعش التي تثير الفتن في بعض الدول ولسيما أفغانستان أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن المبعوث الخاص للولايات المتحدة المعني بأفغانستان خليل زاد قرر الاستقال من منصبه ليتولى نائبه الحالي توم واست هذه المهام وأكد بلينكين أن نائب خليل زاد والذي اشتغل سابقا في فريق الأمن القومي خلال فترة توليد جو بايدن منصب نائب الرئيس في إدارة باراك أوباما سيعمل مبعوثا أمريكيا جديدا إلى أفغانستان أشارت صحيفة لوفيجارو الفرنسية إلى أن الرئيس إمانويل ماكرون يرغب أن يعلن قبل عيد الميلاد عن تشييد ستة مفاعلات نووية جديدة تعمل بالماء المضغوط ولفتت الصحيفة إلى أن الارتفاع الشديد في أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وتأثير ذلك على الانفاق المنزلي على الطاقة قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية كان لهما أثر كبير في اتخاذ القرار ونقلت عن مسؤول حكومي كبير تأكيده أن أزمة الطاقة توضح أننا على حق في اختيارنا الطاقة النووية في مسعانا للتحول إلى مصادر للطاقة صديقة للبيئة مع هذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة للمزيد تابعونا عبر انستجرام فيسبوك وتويتر شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء